تساقط الشعر مشكلة بتعاني من الكتير من السيدات ومثل ما تحدثنا بالفقرات السابقة عن الأغذية اللي بتساعد بالحفاظ على قوة الشعر ونعمته لابد كمان يكون فيه اهتمام خارجي للشعر مكمل للاهتمام الغذائي لذلك موضوع نقاشنا اليوم موضوع مفيد لكثير من السيدات سنتحدث بشكل مباشر عن الماسكات اللي بتساعد في التخلص من تساقط الشعر وبالتأكيد نرحب معنا في الأستوديو مع إخصائيات البشرة والتجميل دكتورة سندس عمر وأحلى وسهلا فيكي الله يسلمك سعيدين بوجودك معنا مرة تاني موضوع فعلا مهم جدا لكثير من السيدات خلينا هيك نبدأ معك أول شي شو هنالماسكات الشعر وخبرنا هيك بتفصيل عن فوائدها هلا بالنسبة لماسكات الشعر طبعا هو الشعر أهم موضوع بالنسبة لأيست يعني فبتلاقي لما منحكي عن ماسكات الشعر يعني هي أي شيء من غذي فيه الشعر بشكل خارجي بعد ما نكون نحن عطينا التغذية الداخلية اللي نحن هلا عم نحكي عن التغذية الخارجية فأي شيء بيغذي الشعر وبيقوي وبرجع له حيويته لمعانه ورطوبته فهذا هو اسمه ماسك الشعر بغض النظر عن أنه يعني أديه وقته ولا شو هو بالزبط بس أي شيء بنحط على الشعر الخارجية اللي هي عبارة عن جذر وساق نحن عم نحاول نرمم الساق اللي تعرض لرياحة تعرض لعوامل الصيف الشوب والحرارة العالية الصبغات المختلفة الصبغات الكيميائيات تعرض لتجفيف دائما بالسشوارات يعني هاي العوامل الخارجية كلها ياتها اللي بتتعرض لساقة الشعر نحن عم نحاول إنه نغذيه ونعطيه الماسكات اللي تحتاجها هاي بالنسبة للفوائد تبعيتها طبعا الفوائد بترممها بترتبها بتخفف الجفاف اللي موجود فيها أحيانا حتى التشابك إذا كان في نسبة جفاف عالية بيدخل الشعر ببعضه ما بقدر يتفكفك حتى لما بيكون الشعر دهني يعني بيكون دهنيته زايدة الماسكات اللي نحن بتكون خاصة بالشعر الدهني بتخفف من نسبة الزيوت المتواجدة على الشعر والعكس صحيح بتجعر الجاف والشعر العالي طب بالنسبة لماسكات الشعر وفوائدها هل ممكن إنها تغذي من الجذور ولا هي تغذية خارجية فقط يعني بترمم الشعر الخارجي ما بتوصل لحد الجذر لا ليكي هلا هو دائما منقول الشعر جذر وساق نحن لما بيكون عم نحط على فروة الراس دائما بيكون غذاء لجذر الشعر أما لما بيكون عم نحط الماسكة على ساق الشعر نفسه بيكون ترميم لأي تقصف موجود أو جفاف بالشعر الخارجية نفسه فنحن دائما ماسكات الشعر بتشتغل يعني شغلين يعني بتشتغل على تغذية الجذور نفسه وبنفس الوقت بترميم الشعر الخارجي فالماسكة كتير مهم لأي ست يعني حتى لو ما كانت بتصبغ شعرها أو حتى لو ما كانت بتحط كميويات على شعرها أي ست محجبة أو بدون حجاب كل الهاتهم ضروري الماسك مرة في الأسبوع وما تقيد نفسه دائما نحن عنا فكرة دائما بتقول إنه بدي قضي يومي كله أنا عدع بشتغل بالماسك لا ما في دائما نقيد نفسنا بوقت معين عشر دقائق بتكفي مثلا عشر دقائق من دقيتين وانتي ماشية يعني إنه ما يكتر عن الحد المطلوب يعني هلأ فينا نحن نحكي بشكل بسيط إنه الماسك بده من عشرين دقيقة على شعرك لأربعين دقيقة بيكون مفعوله تمام معك أكتر من هيك بيكون زيادة عن الحد المطلوب وأقل من هيك بيكون يعني ترميمات خفيفة وسريعة فنحن لا نقيد نفسنا نقول والله إنه بدي وقت ولا بده وشوفي يعني طبيعة موجودة فيها كتير خيرات فيها كتير أشياءات كويسة وحلوة يعني ونحن جايبين لكم الطبيعة اليوم كل يوم كل الطبيعة أحكي أكيد عن هاي الطبيعة بتفصيل ولكن قبل خلينا دكتورة سندوس يعني عن أنواع ماسكات الشعر يعني هي مرتبطة بنوع الشعر كأنه جاف أو زيتية ولا كيف هلأ من نسبة لأنواع ماسكات الشعر بتكون دائما ماسكات على تقشير ماسكات على ترميم ماسكات على بروتينات أو ماسكات ترطيب فنحن بنا نعرف أول شي شو شعرنا نقصه هلأ مثلا شعري أنا فيه نوع من اللذيوته كتير كتير ودهني زياد يعني اللذوم ودائما بيعمل لذوجة بالشعر وإفرازاته زيادة نحن بناحتاج دائما ماسكات تقشير لفروة الراس يعني ماسكات تقشير لفروة الراس مثل ما حكينا عنه في الحلقات السابقة أنه أي شي يكون فيه نوع من الخشونة البسيطة أنه تشتغل على مع الشامبو أو أي شي حتى لو كن مدة دقيقتين إلى عشر دقائق مو أكتر من هيك ماسكات التقشير بالنسبة لأنه لما بيكون ماسكات البروتينات لما بنشوف الشعر تبعنا متقصف جدا وبروتينه والكرياتين الطبيعي تبعه فقد نصه يعني مثل اللي بتعرض للصفغات الكتير وسحب اللون وهدول القصاص بيكون الشعر بوصل لمرحلة من المطاطية بدون ما يكون واصل لمرحلة المطاطية أقل من هيك جفاف تقصف بنستخدم ماسكات البروتينات اللي بتكون على جهة البروتينات الحيوانية النباتية أو الزيوت الترطيبات الخفيفة عندك الماسكات التانية الماسكات اللي بتكون ترميمات للشعر إنه في عندك فقد نعومته لمعته باهت صاير نوع من الفيو يعني ما بنقول خشونة ولا بنقول تقصف بس باهت ما له يعني حركة أو أي شي بنستخدم الماسكات الترميم العادية اللي موجودة اللي بيكون دسبة ترطيبة عادية جدا نعم طيب معناتها خلينا نروح للطبيعة وتخبرينهم معناتها عن ماسكات ممكن نحن نستخدمها لتساقط الشعر الآن بالنسبة أنه نحن نقوي الشعر خلينا نحكي أنه نقوي شعرتنا الخارجية في عنا كل الماسكات المستخدمة معنا بتصير لجذور الشعر بتغذية لجذرة الشعر وبتغذي الشعر الخارجي اللي هو ساق الشعر لطيف فنحن إذا بدنا نبلش نحكي إشه اللي بيقوي جذرة الشعر فأكتر أشياءات بتقوي جذرة الشعر نفسها عندك التوم والبصل عنا إذا كان الشعر من النوع اللي عبي تساقط أو عندك من النوع قشوره كتيرة والتهاباته كتير ودائما عندك الشعر ضعيفة ضعيفة بتقولي شعرتي ضعيفة ما بتتحمل فنحن لازم نعرف أنه نحن محتاجين أول شيء أنه نقشر فروة الراس مثل معاكينا بالمقشرات خفيفة حتى لو كانت المقشرات عبارة عن البن مع الشامبو القهوة مع الشامبو نخلطهم مع بعض نقشر وبعدين نستخدم أحد الماسكات اللي بتخفف تساقط الشعر مية البصل لو حطينا بصلتين في الخلاط وخلطناهم مزبوط وأخذنا المية تبعية البصل فهي المية تبعية البصل كتير رائعة أنه المادة الكبرتية الموجودة في البصل أنه تخلي الجذور تمسك الشعيرات ما تخف تساقط زيادة طبعا هاي إذا كان ما في خلل أي خلل داخلي ونحن عم نحكي عن الشغلات الخارجية الوقائية طبعا بس حكينا كيف ممكن تروح ريحة البصل عن الشعر سهلة كتير على فكرة كتير سهلة لا تفكري أنه ريحة البصل حت تمسك بالشعر بس أنه نحن القهوة نفسها فينا نخسر فيها قبل وبعد فما بيخلي لأي أثر لريحة البصل حتى في عندك الليمون نفسه لو حطينا شوية ليمون بطاسة مية صغيرة وغسلنا شعراتنا فيه ما بيخلي أي ريحة للبصل فبينقي القهوة دائما بيقولولك تسحب الروائح القهوة تسحب الروائح وبنفس الوقت إذا ردك تترك شعرك ريحته منيحة حتى لما بيكون في تعرق أو أي شيء بيقولولك غسلي بالقهوة عندك التوم نفس الفكرة التوم إنه نحن لو إنه جبنا التومات ودقيناهم مزبوط وحطينا لهم معلقة صغيرة من زيت الزيتون وتركناهم من المسألة الثانية يوم الزيت هذا وأخدناه وحطيناه على فروة رأسنا حتى لو ما كان موجود زيت الزيتون التوم ذاته نفسه لو إنه نفرك نفركنا فيه وفروة رأسنا الزيوت الطيارة المتواجدة فيه بتخلي الجزور الشعرة نفسها تتغذى بمادة التوم الموجودة فيها جدا عناصر غزائية عالية فيها الفيتامينات بيحتاجها الشعر جدا بيقول بصيلة تبعية الشعر جدا فدائما إذا كان في بصيلات خاملة أحيانا منقول نحن إذا كان في ثعلبة في صلع بدائي أو في عندك الفرقة لما بتقولي مظاهر التساقط بتبين من الفرقة الشعر بلشت أن الفرقة تبقى واسعة جدا نحن التوم لما نمررها بهذه الأماكن نرجع من صح البصيلات اللي خملت واللي ما عادت تشتغل لما بيكون الشعر خفيف أو متقصف كتير بيفيدنا التوم بيفيدنا كتير كتير يعني الشعر الخفيف والمتساقط جدا ومبين عليه التساقط قبل ما نكمل عن المواد الطبيعية كتير بيقولوا أنه إذا شعرك زيتي فلا تستخدم الزيت هل هذا الشي صحيح؟ إذا كان الشعر دهونيته جدا عالي أنا بفضل أنه ما يستخدموا الزيوت أكثر ما يستخدموا اللسيونات أو التونيك تبع الشعر أنه كيف بتكون التونيك تبع الشعر بالأعشاب الطبيعية يعني عندك مثلا شايل أخضر عندك البابونيج عندك السدر أوراق السدر هاي كلها تلوغة لينا عليها كاسة مي حطينا عليها كاسة مي مغلية وتركناها شي يعني ساعتين وصفيناها وحطيناها ببخاخ عادي هاي البخاخات العادية اللي هي اسمها تونيك للشعر كتير لطيفة مرة واحدة بتسويه وبتضل معك أسبوع كامل لبينما يعني يفسد اللي جوا ودعنا مبخري فيه فروة راسك وخصة إذا كانت الشعر دهني التونيك تبع الشعر أفضل من الزيوت بشو بيفيد غير أنه بوقف التصاقات بنفس الوقت كمان بيعالج الشعر إذا كان الشعر خفيف جدا بيخفف من نسبة الدهون بتفرز فروة الشعر الدهنية وبنفس الوقت كمان بيعطي نعومة للشعر ولمعة جميل شاي أخضر بابونج أو واحد منهم مو أنه كلهم مع بعض لا أكيد واحد منهم الواحد من الشاي الأخضر البابونج حتى إذا كان شعرك من النوع اللي شعر أشقر بيعطي شقر بيوضح الشعر بيلون دائما بيحطوا حتى بيفتح الشعر حتى للشعر الغامل شوي بيفتحه خصة إذا حطيتي معه نقطين ليمون فبيكون منه كمان لتفتيح الشعر ومنه كمان لترطيبه ولمعته للشعر والشاي الأخضر طبعا السدر جدا رائع للمنابت الشعر اللي فقدت الشعيرات والبصيلات يعني نحن منقول للشباب اللي عبد بلش الصلع يبين عندهم أنه السدر كتير رائع مية السدر كتير رائع أنه تغسلوا شعركم فيه علشان أنه يعني مثل بدل ما نجيب بخاخات المينوكسيلة اللي نجيبها من الصيدلية اللي بتساعد على أن توقف شوي أو تخفف بالنسبة تحدثة الوراثة تبع الصلع بيكون بخاخ السدر كتير رائع مثله يعني اللبن هذا بالفواكه أنا هذا يعني أثار فضولي هو لا شو ممكن استخدامه الزبادي على فكرة مرمم لساقة الشعر الزبادي فيه عناصر غدائية كتير كبيرة البيض نفس الشي فيه بروتينات وكرياتي بيعطيك البروتين الطبيعي تبع الشعر فلو خلطوا البيض مع الزبادي صفار البيضة مع الزبادي خلطناهم مضبوطوا اعتبرناه مثل الماسك للشعر كأنه عم نصبغ الشعر صبغة بشكل طولي بدون ما نلف الشعر كليات وطبعا هاي اسلوب أنه تطبيق الماسك على الشعر كمان له يعني نوعا ما يكون فيه بعض النقاط مهمة أنه الشعر عندما بده يتطبق عليه الماسك أول شيء ما يكون كله ملفلف مع بعضه أو متشابك مع بعض يحاول أنه يكون فيه ومشطينه وبنفس الوقت أنه فيه ماسكات مثلا إذا كانت ماسكات بروتيين أو ماسكات لترميم الشعر يفضل تطبيق الماسك على طول الشعر مو أنه يكون ملفلف أو هايك يتطبق ويتمترك الشعر مفلود أو مضبوب بطريقة عكسية يعني أنه كله مفروض على الطريقة عكسية دائما يفضل أنه يكون فيه منشفة مبلولة بمي دافية إذا ما كانت متواجدة حتى لوكيس نايلو محطوط هو الفكرة من الموضوع كلياته أنه يصير تفاعل ما يكون فيه تأثير خارجي أو هوى أو أي شيء يكون فيه تفاعل بين الشعر مع بعضه النقطة الثالثة كمان أحيانا نحن يعني إذا كان في مراكز التجميل منصلت شوية حرارة من بعيد على الشعر الفكرة من الموضوع كلياته أنه نحن نفتح بصيلات الشعر مشان تستقبل مواد المغذية للشعر بشكل أكبر ويكون أسرع مدة التفاعل مع الشعر والست مو مضطرة يعني فيها تحطه وتمارس شغل البيت بكفية هذا العمل كله بيخلي البصيلات مفتح لطيف طب بالنسبة نرجع شوي لمسكات البروتينات اللي هي للشعر اللي فقد الكيراتين أنت ذكرتي أنه سيقان الشعر مش جذوره ولا ممكن أنه نحن نطبق هذه المسكات على الجذور ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة بس هي بتكون ترميم عندك الموز عندك البيض عندك الزبادي هذول كتير رائعين كترميم للشعر الخارجية طبعا والأفوغادو بس ما جبنا الأفوغادو اليوم كتير يعني هاي بروتينات عالية جدا يعني فينا نقول نحن لو طبقناها على الشعر بتعطي نعومة للشعر إذا كانت الشعر كتير متقصفة كتير متقصمة من الأقسام بتعطي نعومة للشعر بترميمها حتى أنت حزكة سألتيني قبل الحلقة على ماسك المايونيز ماسك المايونيز جدا رائع لأنه فيه البيض وفيه اللبن وفيه التوم وفيه زيت الزيتون يمكن استخدامه كماسك أفضل من أكله يعني أنه هذا أنت شايفي هدول كلياتهم أغلبهم موجود بالمايونيز بس نحن نبين معنا على أنه مادة وحدة يعني ففيه التوم وفيه الخل وفيه هاي كل الأصص فلما بيكونوا كلهم مجتمعين مع بعضهم فعبيعتي الفعالية نفسها البروتين والتنعيم والتغذية كلها ياتها مع بعضها ليش قلتلك الماسك كتير رائع وما في داعي نحطه هو مادة تقيلة كتير يعني بيكون نسبة ترطيبة عالية جدا ما في داعي نحطه أكتر من 20 دقيقة على الشعر فما تتقيد الست أنه أنا لازم أكون كل يومي للماسك عشان هيك ما تهمل الماسكات لازم مرة في الأسبوع والشعر اللي بيكون مصبوغ ومسحوب طبعا الموز شو رح تخبرينها دكتورة سندوس الموز جدا رائع كمرمم كمان بروتين عالي مرمم للشعر الخارجي سواء أنك استخدمت الموز أنا بفضل الموز ما تكون صحيحة مزبوطة لما بيكون الموز واصل لمرحلة السواد اللي ما مناكله نحني اللي ما منحبه هاي بيكون هيك رطب وسأسود منسود شوي متأكسل أو هيك شي هذا ناخده ونحط معاه شوية زبادي أو نخلط معه البيضة أو حتى زيت أو نفسه لحاله مع بي بسير بس أهم شي إنه الموز فيه شي مو حلو أي واحد رح تستخدم الموز بيطلع فيه شعيرات بسيطة نفوض يصفه مزبوط عشان ما نقرف الموز هذا يتصفه مزبوط بقماش أو بشاش علشان ناخد الخلاصة تبعيته وندهان على الشعر كمان من أول استخدام حتحسي في فائدة طب يمكن سؤالنا الأخير إنه في كتير من النساء ممكن يشعروا إنه الشعر يعني مترهل تماما بيعاني من كثير من الأمور تقصف باهت قديش هذا الشعر بيحتاج بالفعل استمرار بعملية استخدام الماسكات لحتى يرجع شعر صحي وحيوي ونرجع نشوفه يعني ناعم وشكله تمام الآن إذا كانت الست عب تستخدم الغذاء الداخلي بشكل متوازن وكامل وصحي فبيضل الغذاء الخارجي هو على حسب إهماله للشعر أنت مهملة شعرك جدا فأنت رح تستخدم الماسكات فترة أطول إذا كان إهمالك للشعر بشكل وسيط فأنت فيك كمان كل مثلا بالشهر مرتين أو ثلاث مرات تستخدمي تدلي لنفسك بماسك معين فيك تجمعي بين أكتر من عنصر غذائي كويس حسب طبيعة شعرك ونوع شعرك بتكون أخذت الفائدة كلها ياتا وفي بعض الأحيان حتى إذا كان واصل لمرحلة جفافة كتير كبيرة على سيقان الشعر فينا نحن ندهن أي دهنات بسيطة من المسألة تاني يوم الصبح بدون ما يوصل لفروة الراس لأن فروة الراس تتنفس بالليل بس على أطراف الشعر اللي تحت المتقصفة بتلاقي تاني يوم الصبح إن شعرك فيه رطوبة وفيه نعومة وما أخذ حقه يعني جميل يعني من نهاية الفقرة اليوم ما فينا غير نتشكرك على كل المعلومات القيمة والجميلة واللي كتير بتهم كتير من السيدات بسرعة لفقرة إنو ما يدام هالمرحة أخذناها شكرا كتير لأنا كل وقت بخلاص معك دائما بسرعة دكتورة سندس عمر أخصايا البشرة والتجميل